موسيقى مشاهدين أهلا بكم إلى عدد جديد من قراءة في الصحافة تتويج الجزائر يهيمن على صفحات الصحف العربية اليوم صحيفة العرب وصفت هذا التتويج بالتاريخي وعنونت منتخب الجزائر يتوج بطلا لكأس العرب الصحيفة عادت على أحداث المباراة وقالت إن المنتخب الجزائري المشارك بتشكيلة رديفة توجى بلقب كأس العرب لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه بفوزه على تونس بهدفين من دون مقابل في مباراة شهدت اللجوء إلى شوطين إضافيين على ملعب البيت المونديالي في منطقة الخور على أطراف العاصمة القطرية الدوحة صحيفة العربية الجديد عنونت الجزائر ترفع كأس العرب واهتمت من جهتها بأفضل اللاعبين الجزائريين في هذه البطولة وقالت إنه سيكون من الصعب اختيار نجم جزائري واحد في التشكيلة المثالية لبطولة كأس العرب فالجميع كانوا في المستوى لكن هناك لاعب واحد خطف الأنظار فعلا وأكد أنه من أفضل نجوم الجزائريين وهو طبعا يوسف البلايلي الذي قدم متعة كروية منذ اليوم الأول للبطولة وأثبت قدرته على قيادة الخضر نحو القمة ونقرأ في صحيفة الشرق الأوسط كأس العرب محاربو الصحراء يحلقون باللقب بعد 58 عاما الصحيفة هي الأخرى عادت على مجرية المباراة وكتبت أن منتخب الجزائر حقق لقب بطولة كأس العرب في نسختها العاشرة لأول مرة في تاريخه وأضافت الصحيفة أن مراسم التتويج عرفت حضور كلا من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد وإنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدر والذان التواجهة لعبية الجزائر بالكأس والميداليات الذهبية ليدشن الخضر بذلك أول ألقابهم في البطولة في أول ظهور لهم في النهاي بعدا عن أخبار الرياضة خصصت صحيفة القدس العربي صدر صفحاتها في نسختها الأسبوعية للعبدة على حدث الأسبوع وتساءلت أوكرانيا أزمة عابرة أم نذير مواجهة كتبت الصحيفة أن مناخت التوتر الراهنة حول أوكرانيا بين روسيا من جهة والولايات المتحدة والحلف الأطسي من جهة ثانية تعود من حيث الشكل إلى اعتراض موسكو على نوايا ضم كييف إلى الناتو ونشر أسلحة ذقيلة عابرة للحدود مع البلتيق إجمالا وأما من حيث المضمون والجوهر العميق فإن الحالة الراهنة تستكمل ما كانت موسكو قد بدأته منذ ضم جزيرة القرم في سنة 2014 وتدخلات العسكرية الخارجية الهادفة إلى استعادة مكانة روسيا كقوة عظمى على المسرح الدولي أقول وأضفت الصحيفة أنه بين أن يكون الملف واجهة لأزمة عابرة سوف يسعى الطرفان إلى عدم الذهاب بها إلى المواجهة العسكرية أو أن يكون نذيرا بفصول جديدة من العقوبات الاقتصادية التي تثقل كاهلة روسيا لتوها يبدو الطرفان أكثر ميلا إلى التهديئة مع قرار الأطلسي تأجيل عضوية أوكرانيا واقتصار روسيا على الحشود العسكرية من دون تسعير المظاهر الانفصارية في الشرق الأوكراني صحيفة لوماند الفرنسية كتبت أن المحادثات النوبية الإيرانية مهددة بالركود تقول الصحيفة أن الأطراف الأوروبية كانت مستعدة للبقاء وإكمال المفاوضات بلا توقف لتعويض الوقت الضائع إلى أنهم اثاروا للتوقف من أجل إنقاذ هذا الاتفاق النوبي فيما تحدث المفاوضون أثناء المغادرتهم عن تقدم طفيف في المفاوضات على المستوى التقني في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة مشددين في الوقت نفسه على ضرورة استئنافها في أسرع وقت تجنبا لفشلها كما اعتبروا أن قرار الوفد الإيراني بالعودة إلى تهران يحدث توقفا مخيبا للأمان نختم مشاهدين بصحيفة The Guardian البريطانية التي كتبت أن الوباء في وولستريت يتسبب في ارتفاع مستويات من المكافآت تقول الصحيفة بينما يشعر معظمنا بأثار التضخم المرتفع الذي وصل الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى له في عشر سنوات عند 5.1% يتطلع المصرفيون والتجار الأثرياء إلى تلقي مكافآت كبيرة بشكل غير عادي للعام الجديد تضيف الصحيفة البريطانية أن البنوك على جانبي المحيط الأطلسي تعمل على وضع اللمسات الأخيرة على صفقات تجميع المكافآت التي يمكن تضخيمها بنسبة تصل إلى 50% مقارة بالعام الماضي لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2009 وانتعاش الاندماجات والاستحواذات التي أعقبت الأزمة المالية فبحسب هذا التقرير لصحيفة The Guardian يمكن لأكبر المصرفيين الاستثماريين في الولايات المتحدة أو سادة الكون كما يطلق عليهم أن يتوقعوا جمع ما بين 5 إلى 10 ملايين دولار هذا العام وفقا لخبراء الأجور ويعود سبب يوم الدفع الضخم جزئيا إلى الضرر الذي أحدث هو الوباء حيث فرضت الأزمة موجة من عملية الاستحواذ والاندماج إلى هنا نصل المشاهدين إلى ختام قراءتنا في الصحف لهذا الصباح الأخبار متواصلة على قناة الجسائر الدولية شكرا على متابعتكم وإلى اللقاء اشتركوا في القناة